اهلا بيك سواء الفيديو هو اللي طلع لك او انت اللي جيت له ان شاء الله هكون مستفيد بتحب تقعد مع نفسك ولا بتهرب منها عمرك سألت نفسك سؤال انا بعتبره من اهم اسئلة الحياة هل يترى حياتي 100% زي ما انا عاوز ويترى ايه الجواب ولو حياتك مش 100% زي ما انت عاوز ايه سبب مين المسؤول فكر كده بهدوء لو تحرنا الدقة هنلاقي اي مشكلة في حياة اي انسان المسؤول عنها واحد زائت سببين ايوة اي مشكلة ايا كانت لها مسؤول واحد وسببين اتنين قبل ما اقولك هم ايه خلينا نفكر كده ونسأل بعض الاسئلة البديهية في الحياة هل الانسان لازم يعاني ويتعب عشان يعرف يعيش في الحياة هل لازم يشتغل شغل كتير متعب منهج عشان يوفر المال لنفسه واسرته هل فعلا انا الطيب في الزمان ده ولا اللي ماشي بالحلال بيعاني وملوش نصيب ليه الظلم موجود كتير الايام دي وايه السبب في كده ايه الفرق بن شاب عايش حياته سعيدة ومستمتع بيحقق اهدافه وعايش في النعيم وشاب تاني عايش مشاكل وقلم ومعاناة وحاجات كتير خارجة عن قراته هي المتحكمة فيه معقولة ممكن تكون اسير اشخاص وظروف هم المتحكمين فيك هو ده عدل هو ده صح ليه في ناس بياخدوا من الدنيا خيرها ونعمها وناس تانية بياخدوا شرها وجحمها ليه ناس عايشة بصحة وسعادة وناس تانية عايشة بمرض وآلام وتعاسى فكر كده فكر بهدوء ليه كل ده فكر ثانية واحدة كده امسك الافكار اللي في الدماغ دي الافكار دي بنسميها افكار معرقلة افكار مغلوطة ممكن يجيلك فكرة اه ده عنده فرص وده ما عندوش فكرة تانية اهله بيساعده اهله ما بيساعدهوش فكرة تالتة ظروف البلد ملاخبطة والتاني ظروف بلده حلوة او فكرة تقولك ده قدره ربنا ما قدرش لسه النصيب لسه مش مكتباله افكار معرقلة دمرت حياة ملايين والله لو انت فقير وتعبان وعندك مشاكل من كل اتجاه وبلدك فيها حروب وضرب وقتل ودم كل يوم تعرف تحقق هدفك وما في قوة على وجه الارض ينفع توقفك هدي قصة بسيطة كده للي بيقولك ربنا ما قدرش او لسه مش مكتوب تخيل انسان قاعد في قوضة والقوضة دي مقفولة وفي كذا دولاب او خزانة جنبيه بدأ يدور لقبطة حواليه كده بدأ يدور على اللي هو عايزه ما لقهوش ام قايل مش مكتوبالي ربنا ما قدرش وراح قاعد لو فضلت الفكرة دي في دماغه هيفضل قاعد كده قد ايه ولو قال طالما انا ما وصلتش للهدف يبقى فيه حاجة مقصة وقام يدور هنا وهنا وبدأ يفتح الدوليب ويدور هنا لغاية ما وصل للدولاب اللي فيه اللي هو عاوزه اخذ كل اللي هو عاوزه وانطلق في حياته اهو ده مثال على افكار المعرقلة اللي دمرت حياة ناس كتير جدا فكرة بسيطة تطلع في الدماغ اللي انسان يتبناها ويعيش بيها يفضل عايش في مشاكل ولن تنتهي الا ما يشيل الفكرة دي زي ما حطها اول مرة عموما انا اسمي احمد عمارة استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية رسالتي كت قبل 2015 ارشاد الناس للوصول لاقصى درجات السعادة والنجاح والاستمتاع بالحياة بعد 2015 لما وعي زات شوية وفهمت اكتر شوية غيرت بس سياغتها لانها اعلى خلتها ارشاد الناس لتذوق بهجة النعيم لان بهجة النعيم دي اعلى درجات الاستمتاع في مختلف المجالات عندي على الفيسبوك حوالي ثلاثة من اليوم متابع الحمد لله بيتابعوا شبه يوميا المقالات والفيديوهات اللي بنزلها انا عامل الفيديو ده عشان اعمل اعلان لحاجة مهمة اوي وعشان اوصل لك معلومات قد تكون من اخطر معلومات حياتك وحط ايدك على المسؤول الرئيسي اللي قد يكون ملغبط حاجات كتير في حياتك لما تعرف المعلومات دي باذن الله هتخلي حياتك اروع مما تتخيل اتطمن الفيديو ده هينور لك حاجات كتير في حياتك هحكي لك فيه شخصيا عن بعض الحاجات والمشاكل اللي انا عدت بيها على فكرة انا مش مولود في بقية معلاءة دهب انا شفت حاجات قد لا تتخيل كتعاملة ازاي هحكي جزء كبير من اللي حصل في حياتي وازاي عرفت اوصل للنعيم قصتي مع النعيم ولما عرفت وادركت مين المسؤول الرئيسي اللي كان مدمر حياتي وعيشني سنين في القلم والمعاناة كان مخلي حياتي جحيم كنت مش عارف اوصل لاهدافي نهائي كنت بتحصر دايما على العمر اللي بيعدي وانواقف مكاني لما ما كنتش منتبه للمسؤول ده كنت بتقلم لما شوف غيري واصل لاحلامه وانا لسه قاعد مستني كنت فاكر ان حظي وحش او ان البلد مش مساعداني كنت ساعات بفكر ان قدري كده وان ده اللي مكتوب وان كل اللي علي اني اصبر واحتسب زي ما اقنعوني زمان وكنت فاكر ان ده هو الدين كنت دايما مستني لفرصة تجيلي والظروف تتحسن عشان عيش حياتي صح لغاية معرفت مين المسؤول الرئيسي لأي مشكلة في الحياة المسؤول الرئيسي للمشاكل اللي انا كنت فيها والمسؤول الرئيسي لأي مشكلة انت بتعاني منها المسؤول الرئيسي اللي مخلي فيه اهداف كتير ممكن تكون لسه محققتهاش عارف مين المسؤول الرئيسي ده المسؤول الرئيسي للضيء والقلم والمعاناة والتعب او قلة الرزق وعدم الشعور بالسعادة اللي بيحصل لمعظم الناس ايوة المسؤول الرئيسي لان ان انسان يعاني الفقر والوحدة وعدم الجواز او مش لاقي وظيفة مناسبة هو نفس المسؤول الرئيسي اللي بيخلي الانسان يعاني من الصراع مع الامراض ويخرج من مرض يدخل في مرض تاني او ان انسان يعاني مع المحيطين بيه وتكون علاقته سيئة مع اقرب الاقربين وهو كمان المسؤول ان اي انسان يعاني من الحزن والاكتئاب والتعب فترة طويلة من حياته وهو مش لاقي اي حل عارف مين المسؤول الرئيسي لكل الحاجات دي المسؤول الرئيسي هو انت ايوة انت بنسبة مية في المية لاي شيء سلبي بيحصل في حياتك مش عايزك تتصدم ولا عايزك تتدايق انا عايزك بس تتحرر بقوة من السجن العقلي اللي عايش فيه ناس كتير يعني ظروف البلد مش هي المسؤولة ولا مرضك ولا جنسيتك ولا ابوك او امك ولا شريك حياتك ولا مديرك ولا ظروفك ولا قدرك المسؤول الوحيد هو انت انت المسؤول وبس انت مش اي حد تاني نهائي وعلى فكرة دي حاجة قمة في الروعة عارف ليه؟ لانك طالما انت المسؤول وعرفت الاسباب يعني انت معاك دلوقتي كل المفاتيح للحل دلوقتي حالا يعني مش مضطر تستنى حاجة من برا تتحسن عشان حياتك تتحسن يعني انت لو بدلت وطورت وحسنت شوية حاجات جواك هتعرف تحسن كل اللي حواليك وتطوره يعني انت مش لازم تفضل مستني كتير زي ما ناس كتير مستنية والله في ناس ده اجيال فضلت مستنية لغاية ما ماتت فكر بص حواليك هتلاقي ناس كتير كده وانا مش عاوزك ابدا تكون زيهم ولا منهم عشان تستوعب الموضوع اكتر خلينا احكي لك قصتي شخصيا مع النعيم وازاي قدرت اخلي حياتي اروع مما كنت احلم اوات اخيل كنت شاب عادي زي كل الشباب عندي احلام وطموحات كبيرة خلصت دراستي في علم النفس واتخرجت من الجامعة ودخلت الجيش وكنت في الجيش في مدينة في مصر اسمها الزقزيق كنت في قمة الحماس قدمت في تمهيدي ماجستير في نفس المدينة عشان اخلص الاتنين في وقت واحد الجيش والسنة تمهيدية للماجستير والحمد لله خلصتهم الاتنين في نفس الوقت تقريبا كنت سعيد طاير مستمتع بالانجازات الرهيبة اللي انا حققتها وبسرعة رجعت المنصورة بلدي وسجلت فيها الماجستير في علم النفس وكنت ناوي خلص في سنة بكل حماس وقوة وقلت في بالي هتعمل ايه بالتوازي مع الماجستير يا وادي احمد قررت ادخل مشروع كبير عشان اكون منجز اكتر واكسب وقت اكتر وخصوصا ان كنا راجعين من بلد عربي وكان عندي مبلغ محترم ناوي عمل بيه شغل كبير ومشروع كبير كنت دايما بقول لنفسي ابدأ كبير تفضل كبير حصل لي مشاكل كتير في الماجستير بتاعي عشان كنت جايب افكار لسه محدش درسها في العالم العربي كان كل الحجة اللي عطلتني ان لازم يكون فيه دراسات سابقة طب ليه ما نكونش احنا اللي سابقين ليه ما نكونش احنا الدراسات السابقة ولا حياتي لمن تنادي كنت محبط ومخنوق ومتدايق ومليان طاقة سلبية تجاه الجامعة والدراسة والمشرفين بتوعي اللي من كل قلبي مسامحهم والله بدع ربنا سامحهم وانا في الحالة دي قررت ادخل مشروع كبير في شركة ظهرت قدامي فجأة وانا في قمة السلبية كنت شايف المشروع ده طوق نجاه كنت ناوي يكون عضو مجلس ادارة في الشركة دي وكنت دايما بكرر اللي بيبدأ كبير بيفضل كبير جمعت اكبر قدر من المال من قريبي واهلي واصدقائي ودخلت المشروع بمبلغ كبير جدا على اي شاب كنت انا اللي في الوش اخدت كل الفلوس ودخلت بيها باسمي بقيت عضو مجلس ادارة بس بقيت في الوش شايل كل الرزق كله سايب الفلوس معايا وانا متحمل كل المسئولية وكان مشروع اول مرة في حياة ادخل فيه ما كانش عندي فيه اي خبرة نهائي كنت متحمس بالمشروع مخنوب اللي بيحصل في الجامعة وفي دراستي وكالطاقتي سلبية جدا ساعتها بس ما كنتش عارف المشاكل زادت واللخبطة زادت والصعوبات زادت بصورة غير مسبوقة ايام وسنين وشهور قضتها مضغوط ومخنوق من كتر المشاكل والعرقين اللي كان بتطلع لخبطة من هنا ومشاكل من هنا بحاول اتصرف سنين بتعدي والمشروع واقف والدنيا ملخبطة كنت مشتت نفسي في حاجات كتير ما بين ان انا بصاحب مشروع اصلا مش فاهم فيه ولا مدرك فيه كتير وما بين اخلص الماجستير في الجامعة والدراسة بني وبينكو كنت عايز اخلص الماجستير واخد الدكتوراه عشان ارد ابويا لانه دكتور في علم النفس وفجأة حصلت المصيبة الغير متوقعة واللي ما كانتش في حسباني ولا حاطتها اي احتمال اتنصب علينا ايوة اتنصب علينا والفلوس طارت رئيس مجلس ادارة الشركة هرب والفلوس راحت بدأت الناس تطالبني برد الفلوس والمبلغ كان كبير جدا وفي ايام بسيطة اتحولت من مساهم وعضو مجلس ادارة وصاحب اسهم في شركة كبيرة في البورصة الى نصاب وحرامي وسلقت فلوس الناس كعادة الناس في المشاكل الزي دي وطلعت اشعاعات كتير وطبعا لان شعبنا المسلم الجميل بيطبق تعليم الدين وبيتبين زي ما ربنا امره انتشرت الاشعاعات زي النار في الهشيم واللي ساعت في انتشارها اكتر ان فعلا كان فيه اصدقاء رفعين عليها قضايا في المحاكم ومش صبرين حتى يعرفوا ايه اللي حصل ولا يدوني فرصة ولا وقت عشان سدد المبلغ او رجع الفلوس وطبعا طالما فيه قضايا ومحاكم يبقى انا فعلا نصاب شوية وموضوع خطوبتي فاركش اه ما نسيت اقولك كنت داخل مشروع خطوبة ولما الفلوس راحت كالعادة كله لاح وكله لخبط وكله نهار كنت حازس بحزن جديد جدا والمصائب هلت من كل اتجاه وكنت بقول دايما المصائب لا تأتي فرادة كنت مقتنع بالمقولة دي اقتناع غريب جدا المصائب لا تأتي فرادة فالمصائب حلت علي من كل اتجاه كنت حابس نفسي في البيت مخنوق بتوجع من القلم بسمع في كلام الناس والاشعاعات من كل حتة النصاب الحرامي سرق فلوسنا كنت بتعذب من شدة الظلم واكيد انت مجرب احساس انسان مظلوم والناس بتتهمه من كل اتجاه ومحدش مكلف نفسه يفكر او يعمل بامر ربنا ويتبين يوم ورا يوم والمشاكل زادت واللخبطة زادت والديون بتكتر وبص على كل ده وعمل اسأل نفسي يا ترى هسادت كل ده ازاي كل الفلوس اللي علاية دي مش عارف عامل فيها ايه في ايام بسيطة وشي كله بقى مليان حبوب بصورة لا تتخيلها حبوب وبصور شكلها غريب جربت علاجات وكريمات كتير مفيش اي فايدة وفي التوقيت ده كمان كنت بعاني من حسسية على الصدر كنت عايش بالبخاخ والاطباء قالوا لي طالما وصلت للسن ده عمرك ما اعتعرف توقف البخاخ كنت عملة تأمل كل اللي بيحصل ايه ده هو فيه ايه هي الدنيا قفلت في وشي كده ليه حسيت انا مفيش قدامي غير ربي وبدأت ساعتها تكلم مع ربي يا رب انا عملت ايه يا رب عشان يحصل لي كل ده انت سايبني كده ليه يا رب يا رب انت المفروض الهي والمفروض تتدخل عشان تحميني وتنصرني في كل المشاكل دي ده انا بدرس الدين يا رب من صغري وحافظ نص كتابك انا عارف يا رب انك بتبتليني عشان تختبرني بس لغاية امتى يا رب يا رب انا اسف بس الاختبار ده ملوش نهاية امتى هنجح بقى انا صابر وباحتسب اهو بقالي كتير بقالي سنين تعب وقلم ووجع وخنق وقرف امتى هنجح بقى هفضل صابر لغاية امتى هفضل صابر لغاية مموت يا رب ما تسيبنيش كده يا رب يا رب ارجوك يا رب انا مليش غيرك والدنيا كلها شايفاني نصاب وحرامي وفاكريني سرقت الفلوس واشعات كتير وما حدش مصدقني والشيطان ساعتها بدأ يلعب في دماغي عشان انتحر افكار بالانتحار كتير كان بيجيلي عشان اخلص من العار والمصايب والقلم والاشعات اللي في كل حتة كنت عاملة بص شايف الدنيا مقفلة من كل اتجاه مفيش ضرة امل افكاري ساعتها كتنخلييني ما يشوفش اي امل كنت مكتئب وتعيس كلمت ربنا تاني وانا بصرخ من الالم يا رب هو في ايه ليه سيبني كده يا رب امتى نصرك يا رب معقول يا رب سيبني عايش في نار وقلم وجحيم ولو قمت انتحارت وموت نفسي برضو هتعذب وهعيش في نار وجحيم يا رب انا متلخبط اكيد في حاجة غلط اكيد في حاجة غلط انا اسف يا رب والله اسف بس انا تعبان واكيد انت حاسس بيا ارجوك ما تسبنيش يا رب انا عايز افهم يا رب فهمني يا رب ما ليش غيرك يا رب بعدها بشوية كانت ازعت القرآن الكريم شغالة سمعت آية انا حفظها ويا ما قلتها بس كإني كان اول مرة في حياتي اسمعها ذلك بان الله لم يكن غيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم نقطت من مكاني ساعتها وقلت ايه ربنا مستحيل يغير نعمة الا لما غير حاجة في نفسي حاجة جوايا يعني انا اللي غيرت حاجة جوايا وده كله حصل لي طب غيرت ايه طب عملت ايه وحسيت ساعتها بصراع ما بين الراحة والتقنيب وما بين الامل والتشتت في التوقيت ده كنت عايز اخرج من البيت عشان كنت حابس نفسي فيه بقى لي فترة طويلة اتصلت بابن عمي قلت له بقولك ايه انا عايز اخرج انا مخنوق تعال اروح في اي حتة جاي لي رحنا وقعدنا في المنصورة تحت كبري طلخة في المكان اللي انت شايفه ده تحديدا بعد شوية لقيته بيقول لي يا ترى هتسادد الديون دي كلها ازاي وانت اصلا بتاع علم نفس يعني اخرج مدرس او مرشد طلابي والوظيفتين دول مرتباتهم مش هتسادد اي حاجة ردت عليه وقلت له انت ما تعرفش اصلا علم النفس ده مفيد قد ايه ده اهم علم تقريبا في كل العلوم الحالية لانه بيعرف الناس ازاي تعيش صح وازاي تفهم نفسها صح وازاي تتعامل مع الحياة صح وازاي تكون سعيدة ومستمتعة دايما بصيلي ساعتها كده وقال لي اه ما هو باين عليك وكانت صدمة عمري ايه ده طب ما انا بتاع علم نفس يبقى ازاي حياتي كده ده انا حافظ ومش فاهم ده انا عندي معلومات كتير درستها وكبتها في الامتحان وما فكرتش اطبقها في يوم الايام ساعتها خدت اول قرار في رحلة التغيير ابدأ اعيد حساباتي من جديد وهبدأ دلوقتي حالا الان كنت معمي بالمعلومات معمي بنصح الناس معمي بان الناصح اللي دايما بيبين لهم وانسيت اطبق على نفسي وانسيت ابدأ بنفسي الاول وقررت لحظتها اني لازم ابدأ وحالا وبدأ تنسف المعلومات المغلوطة اللي جوايا وكان اولها ربنا مش بيبتلينا بمصايب كده وخلاص لا ده لو عملنا حاجة غلط ده اللي بيجيب لنا المصايب بس لما نعمل حاجة غلط مفيش حاجة اسمها ابدأ كبير تفضل كبير ولكن في حاجة اسمها ابدأ صغير بأحلام كبيرة وتدرج مفيش حاجة اسمها الفرصة انا بتجيش غير مرة واحدة بس في حاجة اسمها الكون مليان فرص ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني الفرص حواليك كتير وانت اللي مش واخد بالك عرفت ساعتها خطور التأثير الافكار والقناعات على الحياة عرفت ان الافكار البسيطة اللي كنت انا مستهوين بيها يا مزلت ناس وجابتهم الارض ويا ما رفعت ناس لأعلى سمه افكار عرفت ساعتها ان الواقع اللي انا عيشه هو وقوع الافكار وقناعات اللي في عقلي انا بقت واقع في حياتي عرفت زي لما كنت متشائم اتقلبت حياتي تشاؤم وقلم كنت بقوله المصائب لاتاتي فرادة وكان بيجيلي مصائب ورا مصائب ورا مصائب عرفت زي لما كنت شايف ان الفرص انا بتجيش غير مرة واحدة بس عيني تعمت عن مئات الفرص اللي قدامي وعرفت ازاي لما فقت ان المرض من نفسي انا واني سبب منعتي زادت واختفت من عندي كل الامراض القديمة بحمد الله وعرفت ازاي ان كل ما كنت بقول مفيش فايدة كانت دايما بتقفل قدامي وما كنتش بلاقي اي مخرج وفجئت بالتحسن المذهل في حياتي لما عرفت ربنا صح منه نفسه مش من حد تاني ومش من اي وسيط بيني وبينه اكتشفت قد ايه هو غني وكريم وحليم ومجيب الدعاء وشاهدت كل ده واقع في حياتي بعد ما كان كلام مكتوب حفظه ومش شايفه ابدا وعرفت معنا كلمة شهيد وهو اللي بيشهد الجنة على الارض قبل ما يشهدها في الاخرة وعرفت ان الجنة في الارض قبل ما تكون في الاخرة ودي كانت اكتر معلومة صدمتني في حياتي ساعتها وعرفت ان الواقع الان هو نتاج الافكار والمعتقدات اللي انت متبنيها لو ايجابية هيبقى واقعك ايجابي ولو سلبية هيبقى واقعك سلبي عرفت ان انا المسؤول وان اي مشكلة في الحياة لها سببين بس يا معلومات مغلوطة يا معلومات منقوصة نقصة مش عارفها مش عارف اوصل ازاي فهمت يعني ايه انواع العقل وازاي تتعامل معاه وازاي تحفر القناعات الجميلة اللي عايزها تكون واقع قدامك وازاي تسعى بالنفس والجسد لغاية ما تلاقيها متجلية امام عينيك وبدأت ساعتها بكل الحماس وعشان اثبت لربنا اني مؤمن بجد ومصدق انه هيخرجني من كل ده قمت وصورت نفسي ايوه صورت نفسي بالحبوب والبثور اللي كانت موجودة عشان ابص للصورة دي كل شوية وقول لها انا في يوم الايام هبص عليك واقول ياه انا كنت فين وبقت فين واشكر ربنا من قلبي كانت الصورة دايما بتحفزني كنت بابص لها كل شوية عشان اتحفز واكتسب طاقة وحيوية واقول هتحك عليها في يوم الايام والفيديو اللي انا عامله ده تخيلته من سنين ودلوقتي بيحصل زي ما انا تخيلته زمان وزي ما شفته في خيالي بالزبط وبدأت رحلتي بمنتهى القوة والحماس والمثابرة وربنا يسر لي وسافرت دول كتير في العالم خلصت دراسات العليا في علم النفس وخلصت الدكتوراه وبعد كده كانت نقطة تحول في حياتي لما اكتشفت الطاقة الطاقة ساعتها كان غير معترف بيها قلت مش مشكلة طز انا هجرب على نفسي بالبرهان والبينة وهقدر اعرف اذا كانت صحة ولا غلط لاني كان علم جديد مبهر شفت قدامي حاجات رهيبة تكاد تكون سحر وكانت نقطة تحول في حياتي درست الطاقة بشكر ربنا عليها من كل قلبي واكتشفت لما اطلعت على فقافات وحضارات وعلوم الدول التانية ان فيه كنوز كتير غيب عننا مش من السهل الواحد يوصلها لوحده ودراستي للطاقة فهمتني اكتر معنى الانفاق الانفاق علشان سليان الطاقة وهي باختصار النطاقة اي شخص الان مكتملة ومش هتعرف تضيف حاجة لحياتك الا لما تنفق تخرج شيء عشان شيء يدخل مكانه ساعتها بيبدأ السرايان وبيبدأ تطور في الداخل والخارج كنت عايش ساعتها بعقلية الفقير فكاد كل حياتي فقر مستمر فقر في كل النواحي فقر في الحب فقر في الاصدقاء فقر الراحة والمتعة فقر في المال فقر في الصحة فقر في الانجاز والتطور كنت مذهول بان طاقة الفقر كنت عايش بيها وانا مش واخد بالي كنت بعمل كل حاجة تقريبا بعقلية الفقير ايوه في عقلية للفقير كنت بحب الحاجات المجانية بس وبدور عليها زي الفقير بالضبط بيحب يأكل اكل مجاني ويدور دايما على المجاني وفهمت ان اكل العقل اهم من اكل الجسم وزي ما انا مش بأكل نفسي اكل مجاني ولا بدور لجسمي على المجاني فمستحيل يكون كل اكل عقلي مجاني لاني لما درست وحضرت كورسات فهمت ان المجاني دايما هو فتات موائد العلم وان اغلى شيء في الكون الان هو المعلومة وكنت ساعتها رافض المعلومة دي لاني كنت متربي ان العلم لازم يكون مجاني وان دا ما يصحش وان دا استغلال المعلومات لغاية ما في يوم كنت ماسك المصحف وبصيت عليه بقوة وقاتلي فكرة غريبة ايه دا؟ كتاب ربنا مليان كنوز وروائع تخلي حياة الناس جنة طب ليه ربنا مش موضحها طب ليه مش مخليها سهلة كده تطلع لأي شخص وادركت ان مش هيطلع الكنوز الا اللي بينفق بينفق من وقته وجهده عشان يوصل كان عندي كتب كتير مسروقة بي دي اف من على الانترنت الاف الكتب وكنت احيانا بقرأ بعضهم لكن عمري ما فكرت انفق وادفع تمنها لصحابهم لان طاقت الفقر جوايا كتن خلياني اناني بحب اخده بس عقلية الفقير بتخلي الشخص يتنرفز لما حد يقوله ادفع كأنها حاجة عيب او غلط مش هنكر ابدا من الكتب دي كانت بتفيدني لكن افادة مش زي ما كنت احلم او اتمنى وفي يوم كنت في معرض الكتاب ولاقيت كتاب قدامي الكتاب ده كان من الكتب اللي عندي بي دي اف المسروقة يعني اشتريت الكتاب وكنت سعيد اني انفق بالحلال وبدأت قراءه وفجأة حسيت بطاقة الغنى انا غني انا بشتري اللي انا عايزه بفلوسي انا مش بجري وضا المجاني انا انفق يا ربي ومتأكد اني هلاقي نتيجة انفاقي اضعاف مضعفة والله العظيم كأني اول مرة اراه واللي جارب الموضوع ده اكيد هيفهى ما اقصد ايه معلومات مهمة ومفيدة نورت في عقلي رغم اني قرأت الكتاب ده قبل كده بس ما انتبهتش ليها فهمت ساعتها يعني ايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قررت ساعتها انسف كل البرامج المسروقة على جهازي وكل الكتب المسروقة اللي كانت معرقلة حياتي وما اقفاها وقررت ابدأ بالحلال قررت اني مش هاخد اي شيء الا بالحق والعدل افيد واستفيد كل كورس كنت بحضره كل كتاب كنت بشتريه كان بيضيف لي حاجات ترفعني درجات كتير جدا في الحياة كان بعض الناس بيقولولي ساعتها يا راجل سيبك من العلم البلد دي اصلا مش بتقدر العلماء كنت بضحك واقول بثقة لكن ربنا بيقدرهم وانا بعتبر كل مبلغ بدفعه جهاد في سبيل الله سبيل العلم وربنا قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وفي سنوات بسيطة ربنا رزقني كل المال اللي بحتاجه اشتريت الاف الكتب وحضرت كورسات في دول كتير في العالم وبقى عندي مكتبة ضخمة بالحلال فيها معلومات تغير وجه الارض معلومات بدأت ادرسها برواءان وبقيت بتطور يوم بعد يوم معلومات فيها خلاص التجارب ناس كتير في العالم وفرت علي وقت طويل واصرت لي الطريق فوق ما كنت اتخيل معلومات خلتني في وقت بسيط احقق خطوات اسرع من اي شخص ايام الدراسة اشتغلت في حاجات كتير استغلت كل الفرص اللي قطيحت ساعتها امامي وقت اكتر مما اتخيل ولما طبقت كل المعلومات اللي كنت بتعلمها الفرص زادت اكتر واكتر درست اخراج واشتغلت فيه واشتغلت في الجرافيك والمنتاج والخدعة السينمائية والبرصة واشتغلت في العقارات والدعاية والاعلان كل شهر كان دخلي بيزيد وبدأت جدول الفلوس مع الناس والديون اللي كانت علي عليهم وتم الغاء القضايا وتعمقت اكتر في دراسة الطاقة الحيوية وتأثرها المذهلة على حياة الناس ولسه بتعمق فيها لغاية النهاردة وههدت ربي انها تطبق كل معلومة وعيشها واشوف نتائجها قبل ما اقولها للناس عشان ماكنش بقول كلام نظري وبس وعشان ماكنش من اللي ربنا قال عليهم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فهمت معنا الايمان وفهمت اللي قاله سيدنا عيسى لو كان في قلب احدكم مثقال حبة من خردل من ايمان ثم امر الجبل ان يتحرك لتحرك وفهمت معنا الاية الكريمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبقيت بشوف النصر كل شوية قدامي بصورة مذهلة في اي هدف نويت عليه او نويت حققه ودلوقتي بعد سنين من المعاناة والقلم والتعب بسبب معلومات الغلط خسرت فيهم سنين من عمري وصحة من جسدي وفلوس كتير محدش يتخيلها دفعتها تمن لأفكار وقناعات مغلوطة ومعلومات منقوصة وبعد ما فهمت وطبقت وتعلمت ونسفت كل المغلوط والمتسوس فاقولنا من زمان انا اقسم بربي اني الان وجدت كل ما وعد ربي حقه ودعت الالم والحزن الى الابد اصبحت اكتر سعادة مما اتوقع بل ان السلبي عندي بقى هو ان السعادة تبقى اقل من كل يوم دقت طعم النعيم بصورة مذهلة والروعة انه بيزيد يوم بعد يوم ودي حاجة ما تتوصفش دي حاجة تتعاش وتتحس من الداخل لا يعوضها اي شيء ما دي في الدنيا تشافيت تماما من كل الامراض اللي كانت موجودة عندي وودعت بخاخ الرأتين وكريمات حبوب البشرة للابد دقت الوفرة في الرزق من حيث لا احتسد اشتركوا في القناة عرفت احاسيس مختلفة للمتعة والرواءان بتزيد يوم بعد يوم اصبحت اكتر شهرة واكتر تأثير في الارض ودي نعمة وسعادة ما بعدها سعادة سعادة وامان انك لما هتقابل ربنا في الاخرة هتلاقي ملايين من الشباب بتقول لربنا يا رب الشخص ده كان سبب في حاجات جميلة ويسر كتير في حياتنا فهمت معنا التمكين في الارض وبقيت بعمل اي حاجة في اي بقعة في الارض بمنتهى الحرية واليسر ربنا رزقني باروعة زوجة في الدنيا بشكر ربنا عليها كل يوم وبأولاد اجمل واحلى واذكى وامتع ما يكون بقيت بدوق النعيم حتى باقل الاشياء البسيطة والاروعة والاجمل لان شكرتم لازيدنكم كل ما اشكر ربنا بستنتع بزيادة مذهلة بكل ما تحمل الكلمة من معنا وعشان كده قررت انشر المعلومات الخطيرة دي للناس في شكل كورسات ودورات معلومات لا تقدر بتمن تقلب حياتهم جنة عشان اوفر عليهم سنين من الالم والمعاناة وضيع فلوسهم في التجارب والخطأ وبدأت انشر المعلومات دي في مختلف دول العالم كنت بستمتع كل يوم وانا بشوف قدامي مئات الشباب احوالهم بتتغير وحياتهم بتتحسن بعد تطبيق الواعي للمعلومات دي المعلومات دي جمعتها في كورس سميته قوة الكلمة والتفكير موجود فيه بالتفاصيل ازاي تتعامل مع الحياة طالما انت المسؤول فيها عن السلبيات وازاي بوعي تنهي السلبيات دي من حياتك تماما وازاي تحمي نفسك من اي تأثير للظروف المحيطة مهما كان قوتها وازاي تطور وتحسن ما في الداخل عشان يتحسن ما في الخارج وحتى لو ما كانش عندك مشاكل هتعرف ازاي تزود سرعة نجاحك وتطورك في الحياة وازاي تحقق اكبر قدر من الاهداف باقل قدر من الجهد وبايصل الطرق موجود فيه برضو ازاي تتعامل مع القناعات اللي ممكن تدمر حياة الناس بمختلف انواعها واللي هي السبب اما في احباطك او كسلك او قلمك وهي السبب في انها تعميك عن انك تشوف الطريق الصحيح لتحقيق احلامك في الحياة المعلومات اللي في الكورس ده بعد ما طبقتها وشوفنا نتائجها عليا وعلى ناس كتير في مختلف دول العالم جمعتها لك بشكل ممنهج علمي يسير بحس تعرف تستمتع بيها وتستفيد منها بيسر وسهولة مهما كان مكانك في العالم وفي اي وقت انت عايزه قبل ما اقولك معلومات اكتر عن الكورس خلينا نوريك جزء بسيط من تأثير المعلومات دي على ناس طبقوها في مختلف دول العالم لغاية هنا وهيبدأ الاعلان عن محتوى كورس قوة الكلمة والتفكير لو انت من الناس اللي بيحبوا المجاني ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتقدر تستمتع بثلاث هدايا مجانية هيفيدوك جدا واحد سيكولوجية الغنى والفقر ده فايل فيديو هتلاقيه على اليوتيوب لو عملت سرش عليه ودي الصورة بتاعته اتنين محضرة طاقة الغنى والرزق ودي برضو لو عملت سرش عليها على اليوتيوب هتلاقيها موجودة ودي محضرة من فايلين جزء اول وجزء تاني تلاتة محضرة سحر البساطة ويسر الحياة برضو على الانترنت على اليوتيوب لو عملت سرش عليها هتلاقيها احضر المحاضرات دي بتركيز وخلي معاك ورقة وقلم فيها معلومات مهمة جدا حتما هتفيدك في الحياة اما لو كنت من اللي بيقدروا قيمة المعلومة وبيحب يدفع نظير الحصول على الكورسات ممنهجة عملية فتعالا ناخد جولة في محتوى الكورس وتفاصيله كورس قوة الكلمة والتفكير هيعرفك ازاي تفهم نفسك بصورة وعية قوة الكلمة والتفكير هيعرفك قوانين مهمة في الكون تؤثر على حياة الناس هتعرف عقلك بيشتغل ازاي وازاي الاحداث بتحصل في الحياة بناءا على اللي بيحصل جوه عقلك هتعرف كيفية برمجة القناعات الايجابية في حياتك قوة الكلمة والتفكير هيعرفك ازاي تجذب الاحداث الايجابية لحياتك عمليا هيعرفك ازاي تخرج من اي ظرف سلبي بتعاني منه ايا كان كورس قوة الكلمة والتفكير هيعرفك على اشهر القناعات السلبية اللي دمرت حياة الناس وهيعرفك بالتمارين العملية ازاي تحمي نفسك منها وتشيل تأثرها من حياتك نهائي كورس قوة الكلمة والتفكير هيفهمك ازاي انت المسؤول عن اللي بيحصل لك في حياتك وازاي بخطوات عملية تشيل التأثير ده وتحسن حياتك ومستقبلك كورس قوة الكلمة والتفكير هيعرفك ازاي تتحكم في افكارك بدل ما هي اللي تتحكم فيك هيعرفك ازاي تعدلها وتنسف السلبي منها وتحتفظ بالإيجابي وتنميه وتزوده قوة الكلمة والتفكير هيعرفك ازاي توصل لاهدافك ايا كانت الظروف اللي انت فيها ومهما كان حجمها قوة الكلمة والتفكير مليان تمارين عملية لو وضبت عليها مستحيل تفضل في اللي انت فيه قوة الكلمة والتفكير هتبدأ تحس بنتيجه فعليا على مشاعرك وانت بتتفرج عليه واول ما تبدأ تطبق اللي فيه قوة الكلمة والتفكير هيخليك تشوف الدنيا من منظور مختلف تماما عن كل اللي كنت عايش به كورس قوة الكلمة والتفكير كامل باكتر من 13 ساعة من المعلومات والتدريبات تقدر تاخده ب150 دولار بس او بما يعادلها من عملات العالم ولان الكورس ده مهم جدا واساسي لاي حد عايز يعيش حياته بمتعة ونعيم ولاني حاسس بيك وعارف ان فيه ناس كتير ظروفها صعبة وان الكورس ده مصمم خصيصا عشان يعرفهم ازاي يخرجوا منها قررت ان اعمل حاجة ما ظنش ان حد عملها قبل كده عملت تخفيد بس للناس اللي دخلها اقل من 300 دولار في الشهر والتخفيد ده حوالي 80% على سعر الكورس وبكده تقدر تشتري الكورس بسعر 35 دولار بس بشرط يكون دخلك اقل من 300 دولار في الشهر ولاني واثق فيك وواثق انك صادق مش هسألك ولا هتأكد دخلك كام دي حاجة بينك وبين ربك وربك اللي هيحسبك عليها وانا واثق انك انسان بيتحرى الحلال سعر الكورس 150 دولار ولو دخلك اقل من 300 دولار تقدر تشتريه كامل بمبلغ 35 دولار فقط التخفيد ده هيفضل مستمر للكورسات الاساسية بعد كده الكورسات المتقدمة مش هيكون عليها اي تخفيد لانك لو معرفتش تجمع الفلوس وتعمل فلوس يبقى انت ما طبقتش وطالما ما طبقتش مش هتستحق المستويات التالية الاكثر تقدم والاكثر روعة وتأثير في الحياة وعشان انا واثق ان الكورس هيغير حياتك فانا بعرض عليك ضمان لمدة 30 يوم كاملين تقدر دلوقتي تشتريه الكورس ولو ما حستش ان الكورس مفيد من حقك تطلب استرجاع المبلغ اللي انت دفعته وسيتم ارجاع المبلغ ليك بالكامل انا واثق فيك وواثق في امانتك وفي صدقك وانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان مئات الاشخاص اللي اشتروا الكورس محدش منهم طلب يرجع فلوس اللي دفعها وقريب هفتتح منتدى خاص لكل اللي اشتروا الكورس عشان يتجمعوا مع بعض ويكلموا بعض ويتبدلوا الخبرات يوميا وعمليا وكل واحد يستفيد من زميله بنماذك حية وعملية تخيل حياتك هتبقى عاملة ازاي لما تلاقي اجابات على اسئلة كتير جواك وما كنتش اقلها اجابة تخيل شعورك لما توصل لاهدافك بعد تطبيق التمرين اللي موجودة في الكورس تخيل حجم الراحة اللي ممكن تحسها لما فعليا تكسر القيود اللي معرقلك وتعرف تعيش الحرية بجد وتحقق كل اللي انت بتحلم به وعايزه في الحياة رائع مش كده اتطمن والله انت تقدر توصل لكده واكتر كمان لو طبقت بوعي او عيدك واقولك حاجة حلوة كمان قريب هفتح باب الاسئلة لكل اللي اشترك في الكورس عشان يحطوا اسئلتهم وهدخل اجاوب عليها فيديو لاني بحب اكون معاكو دايما خطوة بخطوة لتذوق النعيم وخلي بالك في ناس ممكن تقول ده مجرد كلام ملوش تأثير في الواقع او الكلام سهل والتنفيذ صعب اهو ده مثال عملي على القناعات المعرقلة عادي دي قناعاتك وده حقك بس نصيحة في ودنك دي قناعة تحرمك من استفادة رهيبة لو مشيت وراها هتمنعك من معلومات ممكن تغير حياتك تغيير جذري والعلمك في ناس كتير قالوا كده وبعد كذا سنة حضروا الكورسات وظهلوا من اللي فيها وقالوا لي ساعتها ياريتنا حضرناها اول مرة سمعنا عنها ما كناش ضيعنا السنين دي من حياتنا الاختيار اختيارك وما تنساش انت المسؤول اختار عشان تستمتع معانا بكورس قوة الكلمة والتفكير مهم جدا تشتري في الاكاديمية هتلاقي اللينك موجود الان عمارة اكاديمي دوت كوم اول ما تدخل عليه هتلاقي فيديو في الاول بيشرح لك كل حاجة ازاي تسجل وازاي توصل لكورس قوة كلمة والتفكير عشان تبدأ اول خطواتك في رحلة النعيم ان شاء الله عايز افكرك تاني مصيرك الهك خلاه با ايديك اوعى تسمح لأي قوة في الارض او مخلوق يوقفك عن اهدافك ان شاء الله لان اهدافك با ايديك وربنا حطي لك كل الوسائد والاسباب اللي توصل بيها للأهداف ايا كان الظروف اللي في حياتك في ناس بتطور نفسها وبتوصل لأهدافها وفي ناس بتنسى ولما بتنسى بتبقى بتقع وبتقع وهي مش واخدة بالها والعمر بيعدي والوقت بيعدي ويفاجأ بعدين وهو تحت لما يبقى عنده قلم ومعاناة في الحياة اهلا بك معنا في اكاديمية عمارة